بسم الله في سؤال بسئول كثير وهل قطر والأمراض بسفيتهم أكثر الدول تقدما في الفترة الحالية فيهم فساد ولا لا طيب خلينا نكون متفقين إنه فيش دولة في العالم كله مفيش فيها فساد مفيش فيها رشوة يعني أكثر الدول محاربة للفساد وأكثر الدول الشفافية وهي الفنلندا أخذت تسعة سبعة من عشر يعني سبعة سين في المية فيه ثلاثة في المية فساد وده أعلى حاجة على مسؤال عام كله بعد كان إزلندا والدنمارك وأزلندا وسنوفور مفيش دولة في عام كله مفيش فيها فساد مفيش دولة في عام كله مفيش فيها بالدعارة مهما بقى تقولي ده مقر الديانة كذا ومقر الديانة كذا مفيش دولة في عام كله مفيش فيها بالدعارة بس في فرق بأن انت نازل أسبوع في دولة الاسبوع كله عايز تسأل عن حاجة زي كده بس خاف يسلمك للشرطة خاف حد يشتمك الموضوع نادر جدا او خاف انت تسأل او الموضوع بشعلني وبان انت تنزل من الطيارة تلاقي المضيفة بتقولك دي ارقام تلفونات وكذا وانت تجي حد الكلام يقولك اقتصاد الدولة ومعتمد على الحاجة زي كده ففي فرق كبير بالتنين في فرق ان انت تروح مصلحة حكومية فتلاقي الموضوع معروف وتلاقي خلاص معروف التسعير او انت عايز تماشي ورقتك تدفع كامل وفلان ويقولك تلاقي الساعة يقولك فلان ده بياخد كذا فروح يتفعل واخلاصك الورق او حتى انا يعني الموضوع عادي ولو كلمت المدير يقولك ايه الجديد انت يعني تلاقي مستغرب هو انت عايز ايه تكلم شرطي يقولك طب ويه ما هو الناس كنت تخلمها بكده تمام في فرق وبان ان انت تروح مكان عايز تخلص الورق بتاعك بس انت عارف ان انت لو سألت ممكن تروح في دهي وممكن ترفع عليك قضية وانت يعني تلافت حوالي وخاف تسأل تمام ففي فرق بين الاثنين يعني انا كنت شغل روح تشغلت في شركة الموضوع هناك كل واحد بيختم زميله ويروحوا يلعبوا كورة مثلا بثلاث ساعات وما يختموش من رواحه غير بعد ما يلعب كورة يجي يختم والشركة كلها عرفة والشركة كلها متفقة على كده وبين مسلا شركة لا كل واحد بيختم في معايده وكل حاجة مضبوطة ومجرد بس ايه لو زحمة في الإسانسير تمام وانا واقف مجرد ففي فرق بس في نسبة من الخطأ بسيط متقبلة وممكن المداري بعرفه ومحاسي بعرفه وتعدي وفي فرق بين خلاص الموضوع بقى بيس ونختم لبعض وممكن واحد ما يجيش ونام في البيت واحد يختم له والناس كلها عارفة على نام ففي فرق كبير قوي بين الاثنين فيه برنامج على الموبايل لتعمل قفز بدولة من الدول ناطرها ناطرها جامدة في معدل الشرفية يعني الناس بتسأل كتير انا ببعرف برمج بس عايز فكر البرنامج خد فكرة البرنامج دي وعملها وفرق كتير او مع الدولة دي فكرة البرنامج ببساطة اننا لما اروح مصلحة حكومية الاقي فيه فساد رح دايس بس ايه نقطة حمره في المكان اللي انا فيه تمام فيسجل ان فيه حد شاف ان فيه رشو في المكان ده فلو في حد كبير دس زرار الاحمر ده في المكان الفلاني اه يبقى ها يعمل الخرص الحمر في المكان الفلاني ده فعرف ان مرور اكس ده فيه رشوة فالمسئولين يعرفوا ان فيه هنا خلل ولازم المواظفين يتحاسبوا او الناس كلها تبقى عارفة وتتبصوا باحتقار للموضوع دوت وفيه واحد تاني زابط مثلا او فيه مدير بتاع اسمي تاني يتروح تلاقي كل الناس بتشكيش وجناس شافة ان الموضوع مش حلو وما فيش ايه رشوة خلاص تبقى الناس كلها مش هدوس احمر فالناس تعرف ان المكان ده كويس والناس كتيرة بتقول فده يشجع الناس بتطبيق بسيط زي ده ايه ده يحاسبوا الفسدين مفيش حاجة اسمها شعب امتدايم بطابعه او شعب بسائق بطابعه او شعب كسر كان كنت باكره قبل كده الواحد من ايام الرومان فكان بيستح صاحبه بيقوله اه واحد تشيري ناس من بريطانيا لان بريطانيا دول العالم جاهلا ما بتفهمش يعني لو شاريت خادم عبد عندك من بريطانيا البريطانيين دول ما ينفعوش الخدمة وفاشلها خالص ما بيفهموش ما يعتبروش بشر تمام بينما هم شعب بتقدم حاليا ما فيش حاجة اسمها شعب زاكي وشعب غبي والطفل المصري قاسكا طفل وهتلاقي سوريا يقولك الطفل السوري قاسكا طفل والطفل العركة قاسكا طفل لا هي الفكرة كلها المنظومة نفسها لازم احنا نبدأ نزبط المنظومة بتاعتنا ولازم احنا كلنا نبدأ نحاسب بعض وكلنا نرفو الدفع الرشوة الاحصائيات الرسمية بتقول ان تلت الشعب العربي بيدفع رشاوي تلت الشعب بيدفع رشاوي واغلب الرشاوي من الناس اللي هي في الحكومة والرشاوي وصلت للقضاء والشرطة ده ده اخر احصائيات رسمية فلازم احنا نوقف ونتصدى الموضوع زايد دوت ما فيش حد يدفع رشوة ما محصل لو حد طلب منك رشوة تروح تبلغ عنها لازم يبقى فيه وقفة جدا للموضوع دوت لان الموضوع ده هيفسد بلادنا وهيفسد الأجيال القادمة لو انت بتنزل عن حقك ما تنزلش عن حق اولادك ارفض تماما دفع رشوة لو في اي حاجة عل صوتك وتكلم قول لا انا مش هدفع رشوة لازم احنا كلنا نوصل لحل في الموضوع دوت لان ده يعني سوس بيقور في المجتمع بتاعنا في نسبة من فساد مقبولة مثلا واحد في المية بتبقى مدارية ومستخبية وناس كلها بصولوا باحتقار ولو تعرفها هيتقفش وفي نسبة بتبقى مستخد خمسين في المية او مية في المية في المكان فنحن لازم نحاول نوصل الى 0% رشاوي نرفض اي نوع من اي واع الرشوة ونحاكم اي حد مرتشي ونبلغ عنه موسيقى